كما كانوا تحت الشمس الحارقة يستمرون تحت الأمطار التي اقتحمت خيامهم ولا يجد الأهالي إلا الصبر والدعاء لإطلاق صراح أبنائهم المخطوفين لم تصل أصداء مفاوضات المفد القطري إلى آذان الأهالي هنا وهم ينتظرون عودته من عرسال لتسليم مطالب الخاطفين إلى الحكومة لكن غياب اليقين حول مصير أبنائهم يترك أبواب تحركهم مشرعة على كل الاحتمالات وفد من هيئة العلماء المسلمين وبعد لقائه أهالي العسكريين المخطوفين طلبوا تكليفا رسميا من الحكومة في حال رغب الأهالي بإكمال دور الهيئة أن كل الأياد البيضاء يجب أن تمتد لهذا الملف سواء من الحكومة سواء من الجيش أو القضاء حتى موضوع الموقوفين الإسلاميين إن كانوا أبرياء لابد من إطلاقهم فورا هذه الحركات كثير بتعطينا نوع من التمأنيني والراحة النفسية على الأليل زائد أنه لمسنا في شيء إيجابي على الأرض على مسير هو الحركة السريعة على الوفد القطري زائد شو ودع الأرض بالنسبة للمساعدات زائد تحرك هيئة العلماء المسلمين من خلال مفت الجمهورية الترقب يسود الأجواء وحدها الساعات المقبلة ستحدد الخطوات اللاحقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر